السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم بكل خير وصباح الخير DXN موضوع هذه الحلقة عن الفتر الريشي مالك الأعشاب يطلق عليه الصينيون باللينجزي واليابانيون بالريشي ويسمى علميا بالجانوديرما الجانوديرما هو أبرز نواع الأعشاب مزاياه الاستثنائية يحظى بأرفع مكانة في عالم الفتر إنه فتر استثنائي يحظى بخصائص تغذوية رائعة ومن وجهة نظر النباتية فإنه يعتبر نوعا متطورا جدا ينتمي لعائلة الفطريات يسمى بالبولي براسي لقد تم تخليل ذكره في التاريخ الثقافة الصينية لأكثر من ألفي سنة يحتوي على أكثر من مائتي عنصر غذائي فعال تتمتع بأناصر غذائية عالية القيمة وبإيجاز يعمل الجانوديرما على تعزيز عمليات الشفاء الطبيعية ويجري مسحا للقسم محيدا للقزئيات الطليقة ويخلصه من السموم ومخلفات عمليات الأيض ويحسن عملية وصول أكسيجين إلى القسم مما يجعل وظائف العامة للجسم تعمل بصورة طبيعية وكما تشاهدون مراحل نمو الجانوديرما المرحلة الأولى نمو الميسيليوم في أسبوع واحد اثنين نمو الجانوديرما قرن الغزال في شهر واحد ثلاثة خلال عملية النمو الجانوديرما يتغير اللون من أبيض أصفر أحمر إلى أرجواني ولون داكن ويشير اللون الأحمر إلى نضوج الجانوديرما أربعة عملية النمو المتوسطة شهران خمسة مرحلة النضوج وهو ثلاثة أشهر تتبع شركة ديكس أن زراعة عضوية تستخدم فيها مواد طبيعية مثل قشر الأرز وغبار المنشار بدلا من السماد الكيماوي يوفر هذا الأسلوب 200 نوع من العناصر الأساسية والثانوية مثل الإنزيمات الإنزيمات المتحدة والأحماض أمينية والفيتامينات والكربوهيدرات وعناصر أخرى تساعد في تحسين جودة المحصول ونموه ومقاومته الحشرات وكما تشاهدون هنا زارع الفطر لشركة ديكس أن قمنا بزارتها في شهر مايو الماضي توفره شركة ديكس أن كبودر وكذلك كبسولات ويوجد هناك نوعين جي أل والآر جي لا يوجد فرق كبير بين هذه الأنواع هناك مرحلتين من مراحل القاطف وكذلك الخلط بين قلب الفطر وجسم الفطر كذلك تقوم شركة ديكس أن بإضافته لمنتجات العناية بالبشرة وكذلك الأغذية والمشروبات لفوائده الصحية العامة اشتركوا في القناة